تشهد منطقة بالنبا بمدينة سار ولأول مرة إنشاء منطقة صناعية خضراء ومستدامة تقوم الحكومة باستثمار أكثر من 500 مليار فرانك سيفا في المناطق الصناعية التي خصصتها في كل من وداي أمجرس دربالي دوبا منذ آتيا وسار هذا وقد رأس المناسب الأمين العام النائب رأسة الجمهورية الدكتور محمد حسن برقو ممثل لرئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية محمد إدريس ديبي إتنو وبحضور كل من وزيرة التجارة والصناعة ووزيرة السروة والإنتاج الحيواني ووالي ولاية الشار الأوسط وعدد كبير من المدعوين والي ولاية الشار الأوسط أثمان إبراهيم جمعة أثنى على جهود الحكومة بإنشاء هذه المنطقة الصناعية مؤكدا أنها ستساهم في لحد من الفقر وخلق فرص عمل للشباب المدير العام لشركة لحم تاج جاكيف بريفة قال إن المنطقة الصناعية مفتوحة لجميع الشركات الوطنية وغيرها من أجل الاستثمار مؤكدا أنه يلتزم باحترام البيئة والتغيرات المناخية المدير العام للهيئة الإدارية للمنطقة الصناعية أثمان عبد الرحمان جوكورو أوضح أن هذه المنطقة الصناعية جاءت بتوجيهات من رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية محمد إدريس ديبي إتنو مؤكدا أنها تشمل عدة مصانع منها صناعة للحوم ومصنع للزيوت ومصانع الأدوية ومصانع أخرى وزيرة التجارة والصناعة دعت الشباب إلى التقدم للعمل في هذه المنطقة وقالت إنها تستوعب أكثر من خمسة آلاف عامل الأمين العام النائب رئاسة الجمهورية الدكتور محمد حسن برقو ممثلا رئيس الجمهورية قال إن هذه المشاريع التنموية جاءت بتوجيهات من القيادة العليا بالبلاد وتشمل عدة ولايات هذا وقد قام الأمين العام النائب رئاسة الجمهورية والوبد المرافق لبوضع حجر الأساس للمنطقة الصناعية في منطقة بالنبا موسيقى 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 موسيقى